وشوفنا قبل كده ان هي انتقمت من نيلة وخلت ليا ما تروحش الرحلة وكمان انتقمت من ميرة وضيعت البيت منها وكمان جويل خلتها ما تعرفش ان هي تروح تعمل وشها ويتتمنع كمان ان هي تروح هناك وجهت دور على الماء بتتصل بيها وكانت قاعدة مع خلية بتتكلمه في الموضوع اللي حصل بينها وبين جويل وموضوع الكيس بتاع فلك وان هي ما ودتش الكيس ده لكريم وان هي رجعته تاني الفلك لانها مش هتبقى زيهم في يوم من الايام فلك بتتصل بيها وبتقولها ان هي لازم تقابلها علشان حاجة مهمة جدا وبتحدد لها الوقت علشان تروح لها كريم بيرجع البيت بتكلمه فلك ما كانش مهتم بيها ابدا بيطلع للبنت بتقول انت مش مهتم بيها بقالك فترة في حاجة رد وقال عملت ايه في موضوع الكاميرات يا فلك ردت وقالت كاميرات انا كلمت الراجل لكن قال لها الموضوع ده لازم يا خلاص انت عارف ان انا قاعد علشان خاطر كده قالت له يعني انت مش بستحمل تقعد معايا يومين واحنا بقلنا سنين مع بعض مش بستحمل قال لها انا خلاص خلصت الموضوع الاجراءات بتاعت الطلاق ومشي فيها وبيديها ورقة بيقول ان الورقة دي يعني تحدد شروطها وحقوقها وكل اللي يخصها بتتصدم بتروح تحطها في المياه ولا كأنها سمعت حاجة منه فلك بعد كده بتخرج وبتتكلم مع واحد من ادارة المجمع في امر المسبح خالد بيشوفها بيقولها اخبارك كلها بتوصلني قالت له والله فعلا اصل اللي فاضي دايما بيدور على اخبار الناس وانت شكلك فاضي قال لها تبعادي نتكلم بيديها مشروب وبيقول لها جاية ليه انت شكلك متضايقة جدا من كريم ان هو مش عايز يرجعك صح؟ عمتا كريم مش هيرجع بالطريقة بتاعتك دي وانت عارفة قالت له لا حيرجع وباي طريقة وانت متتدخلش اصلا في حاجة واضح انك فاضي ومعندكش كلام تقوله لكن بيرد بيقول لها انا بس عرفتك ان كريم مش هيرجع بالطريقة بتاعتك دي قالت له ما يهمكش حاجة متشغلش بالك بيا قال لها على فكرة انت جاهين علشان تشوفيني صح؟ قالت له والله للدرجات دي شايف نفسك محدش يعني قدك وانه ممكن اجي مخصوصة علشان اشوفك انت؟ عمتا انا جاية علشان اشم هوا مش اكتر قال لها انت بتحبيني اعتاي فيه قالت له فعلا انا تصور دي انا بحبك جدا دي انا بنامشي الليل من تفكير فيك تصور؟ انت شكلك مصدق نفسك صح؟ طبعا كان بتتريع عليه بعد كده ميرا متضايقة جدا ان جويل مساعدتهاش في موضوع البيت ومتضايقة ان البيت راح منها لا اي بيصحى وبيكون قلقان وبيقول ان هو لازم يروح على شاقاتلي يشوف الطفل لان المرة اللي فاتت مقدرش ان هو يسمع نبض الجنين ولا يسمع دقات قلبه قالت مش مشكلة المرة الجاية في معاد تاني لكن له اي قال لا احنا لازم نروح معاد تاني للدكتورة علشان انا عايز اتطمئ قالت له معاد ايه بس احنا كده هنشغلها بزيادة انت شفتها اخر مرة قالت ايه مفيش اي حاجة والامور تمام قال لا لا انا الان جدا انا لازم اكلمها وناخد معاد ونروح طبعا بتبقى اتطربقت على دماغ ميرة من كل ناحية مش عارفها تعمل ايه طبعا في المضادة وطبعا المة بكالت قالت لها ان هي هتديها مهلة علشان تقول له ايه على كل حاجة والحادي دلوقتي مش قادرة لا تمنع المة من انهيت تسكت ولا انها قادرة تقول له ايه ايه حاجة فالك بتروح تفتكر كلام خالد ان الطريقة دي مش هتجيب مع كريم مش هيقدر ان هو يرجع عليها بعد كده وبتلاقي ايه مع الكلبة فالك بتروح تنام بعد ما بتطمن على بنتها بتنادي على كريم قال يعني شافت كابوس وكانت بتعيط ومنهارة قالت له ما تسبنيش خليك معايا اللي لادي بس اجت ايده على اساس ان هو ممكن يحنلها لكن كان موجود جنبها لكن بس اش خاطر اطمنها المة مش قادرة تنام بتقوم بتقعد تفكر بتقول يا ترى هعمل ايه هقول له كل حاجة افضح خطة فالك لا لا مش هقول حاجة مينفعش اصلا اقول حاجة زي كده انا حاسكت احسن ميرا بعد كده بتروح وبتزور فالك فالك بتستغرب وبتقول نعم يا ميرا غريبا الجاية بعد كل الحوة صاريت لانا ما استغناش عنك يا روحي احنا اصحاب صح؟ قالت لانا انت عايزة ايه؟ قالت لانا كنت جاية عشان اتكلم معاك في موضوع المة شفتيلي حل معاها ولا لا قالت لها ميرا انا مش فضلك انا وراي مشوار مهم يالت نتكلم بعدين بتروح بعض كده لجويل وبتقولها شوفيلي حل في المة اعمل معاها ايه؟ بتضغط علي ولو ايه عايزني اروح لها وانا خايفة على طفلي وانا مش حباها ورادت ابعديها عني عملي حاجة رادت جول وقالت لها طيب طيب ماشي روحي دلوقتي يريب انشوف الموضوع ده قالت لها بالعيادة بيجي روي بيقول ان لو ايه تكلم وعايز معاك اقول له ايه؟ قالت له فعلا؟ يعني هو لو ايه تكلم تمام؟ نشوف بعضين الموضوع ده جويل بتفكر يا ترى قال ما تكون ادت لها الكيس لفلك يعني ولا لا فلك بتروح على المطعم بيشوفها يا خالد يقولها ايه ده؟ غريبة يعني صادفة حلوة يعني اشوفك بالليل وبالنهار؟ قالت له انت عايز ايه بالضبط؟ قال لها انت دائما كده؟ بتهاجمي وخلاص؟ مفيش اي كلام؟ قالت له بصراحة انا مش فاضيارك وانت كلاما كثير ومانوش اي لازمة قال لها انت فهم الحياة غلط على فكرة قالت له فعلا؟ انت ما تفاهم هالي رد وقال الحياة محتاجة الحب واهم حاجة فيها الحب وعالفكرة انت شكلك مش بتحبي كريم وانا حاجة قالت له لا انا بحبه وحارف ارجعه وكمان ده انت بقيت شايرة هو بعد كده الما بتروح قالت له صاحبتك جات قال ايوة طبعا صاحبتي وروحي كمان خالد بيمشي وبيسيب الما عشان تتكلم مع فلك وقال ما قالت لا انا جيت في المعادية فلك نعم كنت طلباني الي عايزة حاجة مني اظن الكيس الي كان واجع بطنك وعملك مشاكل خدتيه ايه تاني بتكلمها فلك وبتقولها انا سمعت انك انت بقيت الدكتورة بتاعة ميرا ها يا ترى مش كنت برضو مع نايلة وقف جنبها ومسنداها ايه اللي خليها كنت تقبالي ميرا كمانيدة عندك انا كنت فكرة انك في صف نايلة وانك انت يعني الصديقة المخلصة ولا الفلوس هي اللي عامتك بقى يعني الفلوس اللي بتتحالك ميرا في الكشف خليتك تبيع صاحبتك طبعا قال ما بتقولها شكل ميرا مزع عليك شوية يا فلك صاح عملتلك ايه يا ترى ايه اللي عملته خلاكي غضبت عليها مرة واحدة ده انت حتى كنت معاها اخر مرة سمنا على عسل يعني قاعدين بيتكلموا جويل بتقابل كريم في الكمباوند بتقوله ايه ده انت كويس يعني مزاجك مش متعكر ولا حاجة غريبة قالها ايه ده ليه حتعكر مزاجي يعني قالت له عشان موضوع الحرامي والكيس والحاجات دي قال كيس انا مش فاهم صراحة قالت اه انا قصدي يعني بس بتطمن عليك بعد موضوع الحرامي مش اكتر واتأكدت جويل ان الكيس موصلش الكريم وان قلمة ما عملتش اللي هي قالت لها عليه ولا دت الكيس الكريم ولا حاجة بتمشي وبتتفاجئ لما بتروح المطعم اللي موجودين فيه فلك وقلمة ان هم قاعدين سوا جوه طبعا بتتصدم وزايتها بيشوفوها وفلك بتقولها عودي قالت ايوة طبعا لازم اعود ما اشوف كنتو الاثنين ما عودش يعني وبتعود فعلا وبيبدأوا يتكلموا لكن كلامهم وحنشوف ايه اللي ضربينهم في الحلقة الجاية لان بعد ما المشهد ده جيه رامي كان قاعد وبينهي الجلسة مع سمر وبيروح مع سوها على المطعم وهناك بيسمع ان فيه حاجة وحشة جدا حصلت للدكتورة والحاجة دي كانت حاجة بيحكوا عنها سيدات الدريم هيلز والحاجة دي كانت بشعة جدا حصلت لألمة بنشوف ألمة موجودة في مكان زي تلاجة كانت محبوسها جواه واحدة بتفتح الباب وبتقع ألمة لان ألمة كانت محبوسها جواه والست اللي فتحت لها دي يعني فتحت لها بالصدفة ولقيتها موجودة وطبعا احنا مش شافين ايه اللي حصل بالضبط ومين اللي حبس ألمة في التلاجة دي وايه اللي وصل ألمة للتلاجة كل ده هنشوفه وحنشوف ازاي البنات خططوا لما كانوا قاعدين سوا وايه اللي عمل كده في ألمة الحلقة الجاية لان الفيديو كده خلص وحنشوف ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية من مسلسل التلاتة يارب الفيديو كون عجبكوا وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عرشان يوصلكوا كل جديد بنزله واستنوا باقي حلقات المسلسل اشوفكم على خير حبكم كتير باي باي